أمر آخر، ركز على الأمور المفيدة في حياتك الأمور البنائة، الأمور الإيجابية، الأمور الراقية أحدهم قال عاشر الصغار فتصغر وعاشر الكبار فتكبر أمر بديهي، لما تعيش الأمور التافهة في حياتك السخيفة الثانوية الغير مفيدة خذ على سبيل المثال اليوم هذا الجهاز العظيم اللي بين أيدينا يلي فيه كاميرا وحاسوب وأجاندا ومايكروفون وبريد فيه العالم، العالم في يدك لكن أصبح مستعبة للناس بتشوف أربع خمس، أنا مرة عملنا اجتمع للشبيبة وبعدين قعدنا سهرنا مع بعض شوية وفجأة بلاحظت اللحظات شعرت الكل صامت بس شفت واحد بيضحك في مكان معين حدا بيتطلع، عم يحكوا مع بعضهم كلهم بدون كلام في هيد السلفون بيجي حال بيقول أنا مش قادر أخذه من إيد ابني أو بنتي وأنت تتكلم عن أشياء حلوة بعد ما دخلنا على الأشياء السيئة الموجودة أنا بقول حتى شخص يقول أنا مش قادر أخذه من إيد ابني أو بنتي في خطأين، أول خطأ مش قادر تأخذه من إيد ابنك لأنه أنت عم تتعامل مع هاتفك أو الشاشة طبعك مثل ما ابنك عم يعمل فما بتشعر أنك أنت قادر تقول له اتركه من إيدك وأنت محامله أديش في ناس من فيسبوك لفيسبوك لفيسبوك اللي هو جيد بقدر معين من فيلم لفيلم لفيلم في وقت برامج تليفزيونية التركية والمشعارة شو محترمنا للجوين 300 حلقة أو 500 حلقة يا أخي لو أنت صرفت 500 ساعة 400 ساعة يا أختي 300 ساعة المسلسل تقري فيهم كتب لهوتية أو مفيدة أو الكتاب المقدس لأصبحت قسيس يعني ما عندنا وقت نقرأ كلمة الرب لكن النقطة الثانية نحن للأسف استسلمنا وتخلينا عن دورنا كأهل تركنا المدرسة تربيهم والمجتمع يربيهم والشاشة تربيهم والميديا تربيهم عيب علينا ندخل عن أولادنا أولادنا مش محتاجين للبس أكتر مش محتاجين للعب أكتر لما بيجي عيد ميلاد أحد أحفادي عندي أربع أحفاد ما بعرف بحطار شو برضي يجيب لهم عندهم الكثير من اللعب واللباس ما بعرف شو يلي لازم جيبه لكن أولادنا محتاجين لمحبة ولتهزيب لطمضيت وقت معهم فيريت نرجع نعيد سلم أولوياتنا في حياتنا ونتوقف عن التفكير بنفوسنا ونفكر أكثر بقصد الله وبالآخر شوف بيقول بولوس إن كنا نعيش للنفس للذات فمن الذات نحصد شو موت وفساد اليوم وأنا بريد نركز على النقطة عن المنتقل لآخر جزء باختصار أيضا لسبب الوعد غاية المجتمع اليوم بيقول تالي أنت ملك نفسك لا يوجد إليه خلقك ولا يوجد كتابي إلا كيف تعيش وإذا عندك مشاكل هي مش بسببك بسبب الناس من حولك على أمك على أبوك على المدرسة على النايب على الوزير على الكل اللي عليك طيب شو هدفك في الحياة؟ هذا مذهب اسمه هيدونيزم مبدأ المتعة أنت موجود كم سنة تمتع فيهم بأي سبب وبأي ثمن لنأكل ونشرب لأننا غدا نسلم تماما مرتك سبب فرح ومتعة لك؟ احتفظ بها بطلت غيرها استبدلها مش هناك تلاقي الناس بتغير سياراتها باستمرار وأصدقاء باستمرار ومجتمعاتها باستمرار وبيوتها وأشغالها في استمرار كان الوحدي توظف وظيفة يموت فيها هلأ كل سنة سنتين وين صرت عم تشتغير لذلك الكتاب قال العكس إذا بتعيش للذات الذات الصغيرة ضعيفة محدودة خاطئة ذاتي وذاتك كلنا رح عيش للرم رح تحصد فساده موت عيش للرب وللآخر مغبوط والعطاء أكثر من الأخذ لو تساعد شخص محتاج لمساعدة تسلم على شخص محتاج لسلام تسأل عن شخص محتاج لسؤال أديش في ناس بتموت في المستشفيات وحيدة بدور العجزة وحيدة خاصة بهذا الجزء من العالم ما حدا بيسأل عنها على الإطلاق لكن آخر شي بحب أن يقوله ارجع إلى العالم أوقات تير متطلع على بدنا متعة من العالم المحيط فينا من برة نسخ الأشياء إلينا قال الرب يسوع ما تصليت اذهب لوين مخدعك غرفة نومك اغلق بابك هذا الباب وهذا الباب اغلقهم وهونك في الخفاء تكلم لأبيك أبوك الذي يراك في الخفاء جازيك على نية كيف صار له المؤمن ما راح أعد في الخفاء أعد تأمل أعد صلى أخذ وقت مع الرب هناك قوة هناك شجاعة هناك تعزية هناك رؤية هناك هدف نأخذه من العلاقة مع الرب مع كلمة الله بالكلمة يتكلم إلينا بالصلاة نتكلم نحن معه هذا التكلم بعمل الروح القدس فينا نعرض نفسنا لعمل الله افرح بخلاصك اعرف قيمتك في المسيح أنت افتديت ابن الله بذل حياة عنك مصيرك السماء مهما طالت مهما أسرت أنت لك الموعيد وأنت لك الميراث أنت لك التبني ولك العهود ولك الحياة الأبدية أنت غني تمتع بغناك وما تروح تشحد شوية قبول من الأصدقاء بير براشر لا تكون مثلهم وشوية الأمور الله خلقنا على صورته على مثاله أراد أن يرفعنا إلى سماواته سيرتنا نحن مواطنيتنا مسلكنا هي في السماويات فكل ما الله شد فينا إلى فوق جذبنا إلى فوق كلما نرتقي فوق ضعفاتنا ونحقق هدف وجودنا وكلما تخلينا عن إلهنا كلما نزلنا إلى هذا العالم الترابي المائت الفائت البائد وخسرنا قيمة حياتنا وهدف وجودنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر